قوات سوريا الديمقراطية تعلن تعليق عملياتها مع التحالف الدولي ضد خلايا تنظيم داعش بعد شن تركيا هجمات جوية على مناطق شمالي سوريا لا توجد خيارات أمام قوات سوريا الديمقراطية الخيار الوحيد هو تغيير الأولوية من محاربة خلايا تنظيم داعش لتصبح أولوية ثانية الأولوية الأولى والقصوى هو صد أي هجوم تركي يوجد في شماء شرق سوريا نحو 27 سجنا فيما يقدر عدد السجنام مسلحي تنظيم داعش بنحو عشرة ألاف شخص بالإضافة إلى مخيمين يقتن فيهما نحو 60 ألف شخص من عائلات مسلحي داعش وهو الأمر الذي يقلق الإدارة الذاتية في شماء شرق سوريا من خروج الوضع عن السيطرة في حال أي هجوم تركي على تلك المناطق الآن ما أعلان قوات سوريا الديمقراطية تعليق عملياتها ضد داعش بلا شك سيكون المستفيد الأول من ذلك هو تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة الذي لا تبدو نائمة خاصة في المناطق الصحراوية من سوريا والعراق وتقول قصد أن تركيا شنت غارات جوية استهدفت محيط مخيم الهول ما أسفر عن هروب عائلات ممسلحي داعش كما استهدفت محيط سجن تشاركين بالريف الغربي لمدينة القامشلي والذي يضم 500 سجين من داعش الهجمات التركية وفقا لقصد والتحالف الدولي تقوض الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في الحرب على داعش وهو الأمر الذي يثير قلق السلطات من خروج الأوضاع عن السيطرة هجر سيسكاينوز عربية القامشلي شماء شرق سوريا